الحقيقة برضو يعني الواحد لازم يقول الموضوع ده لانه المنتخب برضو يستحق التحية المنتخب يستحق التحية في الوقت اللي عملوه وفي ضغط الجمهور اللي كان معمول عليهم ان هم راحوا متأخر والامور دي كلها لكن في النهاية براكل الجزاء او براكل اتحظ قدر منتخب السنغال يفوز على المنتخب المصري ويصعد الى كأس العالم 2022 بقطر ان شاء الله يكون لدينا الدوافع لمواصلة العمل وتصحيح المصار في كرة القدم المصرية يعني انت برضو لو بتيجت بصلة عن ناحيتين وصلت لنهاية كاسة الامر الافريقية واخسرته براكلات الترجيح ثم الوصول للمباراة الفصلة امام السنغال انا بتخيل ان احنا لو كنا لعبنا اي منتخب اخر غير المنتخب السنغال النهاردة اللي تابع مباراة غانا ونجيريا طبعا كنا بنشوف النتائج ودلوقتي في مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب والله الجزائر عايز اقول حضراتكم ان الكاميرون متقدم على المنتخب الجزائري في الجزائر واحد صفر والمغرب كسبانا الكنغو اتنين صفر اذا مغرب بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية وصلت الى كأس العالم في قطر تونس ومالي النتيجة لسه صفر صفر حتى الان واذا ظلت النتيجة كما هي زي ما حضراتكم عارفين تونس تسعد يسعد منتخب تونس الى كأس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين فبقول لحضراتكم انه في النهاية حنبضل واقفين ورا منتخبنا وحنبضل دايما نحافظ على لعبتنا حنقول لللعيب الفلاني حنقول لمحمد صلاح انت وحش جدا النهاردة لكن احنا مستنين منك الافضل خلال الفترة اللي جاية حنقول ان انت النهاردة ما كنتش كويس لكن مستنين منك الافضل اذا كان ليك مع المنتخب خلال المرحلة القادمة شغل مع المنتخب خلال المرحلة القادمة ممكن جدا يعني مستنين منك الافضل حنقول لحمد سيد زيزو انت مستقبل كرة القدم المصرية لازم يبقى عندك دوافع اكتر خلال الفترة اللي جاية علشان تقدر تلعب مع المنتخب وتقود المنتخب خلال الفترات اللي جاية حنقول لترزيجيه لازم تدوس على نفسك اكتر هنقول لي مرموش لازم تدوس على نفسك أكتر هنقول لي محمد صلاح مستنينك ترجع تاني يا محمد لمحمد اللي احنا عارفينه مش محمد اللي خاف على رجله عشان بيجدد عايزين نخلص من قصة التجديد دي بينه وبينكو بقى لكن خلاص هنتشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة عايزين الشدناوي مستوي يزيد أكتر وأكتر عن كده عايزين حاجات كتيرة جدا عايزين باك رايت خلال الفترة اللي جاية غير عمر جابر وغير عمر كمال عايزين مع أحمد فتوح حد يبقى ناحية الشمال ما يبقاش أحمد فتوح لأن أحمد فتوح مش هيفضل كويس على طول 103 مليون مصري مفهومش باك يمينه باك شمال باستحالة يعني عايزين باك يمينه عايزين باك شمال يعني الواحد برضو يعني ده ممكن كان يبقى عندنا أفضل من كده بكتير فالحقيقة حاجات كتيرة جدا ممكن نبني عليها عندنا حمد فتح ده مقاتل ايه ده مش عشان والله ما عشان بيلعب كلمت على أحمد سيد زيزو لكن والله ما عشان حمد فتح بيلعب في الأهل وحمد فتح في 15 دقيقة كعته الحقيقة هو بيلعب بهذا الشكل وبهذا الأداء مع النادي مع المنتخب هو دي طبيعته الجرينتة اللي جواه حمد فتح بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يعني يكملها له على خير النهاردة ليه ما لعبش بقافش أنه انت بحتاج حد ينزل مع زيزو يمسك الكرة ويحطها لزيزو ليه ما لعبش مش عارفه حاجات غريبة النهاردة لكن في النهاية خلاص عايزين نقفل الصفحة دي بجد لنروح التعب عايزين نقفل الصفحة دي بقالنا من يوم الجمعة اللي فات لغاية النهاردة ومسندة كبيرة جدا الماء و3 مليون في دهر منتخبنا الوطني وهناك في السنغال زي ما حضراتكم شايفين لكن في النهاية ترجمة نانسي قنقر